بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته مرحبا بكم إلى الحلقة الخامسة من سلسلة حلقاتنا في دراسة بعض القضايا في السيرة النبوية فنحن في هذه الحلقة أنا أخوكم إسماعيل عبد القادر ومعي في هذه الحلقة الشيخ الدكتور تاج الدين إبراهيم مرحبا بكم فضيلة الدكتور وكذلك معي الأستاذ إدريس أبد الرحمن مرحبا بكم نعم في هذه الحلقة كما سبق أن بينا للمستمعين فحديثنا كلها أو كله ينصب على تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين بما فيهم اليهود والنصارى والقريب منهم والبعيد ففي هذه الحلقة إن شاء الله سننظر في كيف أبرز الرسول صلى الله عليه وسلم حسن التعامل مع الأقرباء فالرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا نظرنا في آيات قرآنية في أهديث تحص على إحسان التعامل مع الأقرباء وكذلك في السنن النبوية لكن نحن نركز في نقاشنا نركز على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فعل حتى يتجلى الأمر لنا جميعا ولا يعتري فهمنا لبعض النصوص أدنى الشك في أن هذا هو المقصود وليس هذا هو المقصود إذا فأرأينا رسول صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا هذا هذا أوضح يعني هذا يوضح الأمر أكثر من القول أو من التقرير هذا الذي نريد أن ننظر فيه فلأبدأ بالدكتور تاج الدين نريد منكم أن تسلتوا الضو فضيلة الدكتور على من ناحية التتبيكي العملية ما سنة الرسول أو ما سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن تعامله مع أقربائه شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نزاكم الله خيرا على الإعطاء هذه الفرصة وهذا السؤال من أهم الأسئلة التي تتعلق بهذا الموضوع أي كيف نتعامل مع غير المسلمين وخاصة الأقارب ولعل هذا موقف من المواقف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تعبر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين وهما أقارب والذي يدعونا نحن إلى أن نطبقه في حياتنا والعلى أقرب مثال لذلك قضية عائشة أسمح ما أمها أسمح التي كانت بنت أبي بكر صديق رضي الله وتعالي أسمح هي مسلمة وهمها كافرة أي مشركة أي مشركة وفي أيام الصلح الأذيبية أو نقول وقت الصلح الأذيبية حصل أن آنشة رضي الله أسمح بنت أبي بكر رضي الله وتعالي آنها هي قالت بأن أمها أسمح بنت أبي بكر صديق رضي الله وتعالي آنها وأن هما هي قالت قدمت أني إلي وهي مشركة فاستفتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت قدمت ألي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك صلي أمك لما لا تقتعي لعلاقة بينك وبين أمك وأعتقد سيأتي حول الكلمة الراغبة وهناك حديث آخر الذي قال فيه نبي صلى الله وسلم كما جاء وقاله أبو هريرة رضي الله وآله أن النبي صلى الله عليه وسلم أي أن هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين هذه الآية نزلت لما نزلت إن لهذ نادى النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني قعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا مرة بن قعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد الشامس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذ نفسك من النار فإني لا أملك لكم سوى رحما سأبلها ببلالها هذا الحديث أعتقد متفق عليه إذن وهذا الحديث الأول والثاني إلهما إشارة إلى أهمية لربط الصلة بيننا وبين أقاربنا الذين ليسوا بمسلمين الله حكرا جزاكم الله خيرا على هذا الجواب الوجيس الذي لا لبس فيه ولا الضبع في أن يجب على الإنسان أن يصل أقاربه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وحديث الذي جئتم به حديث أسمى حديث مشهور صحيح واضح في هذا الباب وفي غيرها فغيره من الأحاديث وكذلك الآيات والذي ربما نريد من فضيلة الشيخ إبريس أن يساعدنا ويسلط الضوء علي تأييدا لما تفضل في الدكتور الطيب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على رسول الله فالآيات القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية التي تدل على التعامل الطيب بين المسلمين وبين أقربائه الغير المسلمين هذا كثر ومن بين ذلك قوله سبحانه وتعالى في تلك الآية التي هي كقاعدة للتعامل بين المسلمين وغير المسلمين حيث قال سبحانه وتعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين فالله سبحانه وتعالى يدعونا إلى البر والقست مع غير المسلمين إذن فهذا يشمل الأقرباء وغير الأقرباء إذا المسلم يبر وكذلك يقصدوا إلى أقربائه الغير المسلمين وكذلك إذا نظرنا إلى قوله سبحانه وتعالى وَإِنْ جَاهَدَكَ أَلَانْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْبٍ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا كَعَنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَالصَّلَى بين التعامل الديني والتعامل الدنياوي فالتعامل الديني بينك وبين أقربائك الغير المسلمين هذا في انقطع فالمسلم لا يُطِع لا يُطِع والديه ولا أقاربه فيما يتعلق بالدين فهم لا يرتبطهم ترتبطهم رابطة فيما يتعلق بالدين أما ما يتعلق بالدنيا يقول وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا إذن فالمسلم يتعلق يتخلق مع أقربائه الغير المسلمين بحسن الأخلاق دعوني أستدل بتبويب الإمام البخاري في صعيحه فالإمام البخاري في صعيحه هو بواب باب التعامل مع الأهل المشركين وباب التعامل مع الأخ المشرك وباب التعامل مع الوالد المشرك وفي تحت الباب التعامل مع الأخ المشرك هو جاء بحديث أن عمر بن خطب رضي الله عنه أهدا إلى أخيه المسلم حلة صحيحه المسلمين صحيحه المسلمين ثم مع الوالد المشرك هو جاء بحديث أصماء الذي جاء به دكتور قبل قديم إذن من هنا نرى أن المسلم ليس هناك ما يمنعه لا من الكتاب ولا من السنة النبوية ما يمنعه من التخلق أو التعامل الطيب مع قرباه غير المسلمين ولا يجوز المسلم أن يقيس قياسا مع الفارق ماذا أعني بهذا لا يجوز المسلم يجلس في بيته أو يتكه على أريكته ثم يقول بَيْدَ عَنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى حرَّم التوارث بين المسلمين وغير المسلمين إذن فليس هنا نفق بين المسلمين وغير المسلمين ذا كياسا مع الفارق ياس إبليسي ياس إبليسي يعني مثلا الأب المسلم نفقته على إبنه غير المسلم أو الإبن المسلم نفقته على غالده غير المسلم فأضواء هذه واجبا وإن كان الوالد غير مسلم فلا يكس ولا يقول النفق كالميراظ وكلام العلماء في الوسية هذا معروف عندنا الله تعالى أعلم جزاكم الله خير الحمد لله فيما ذكرتم أن يبدو لنا والمستمعين أن السنن والآيات مستفيضة في حسن أو في وجوب هذا ليس من باب الاستحباب كما قلتم يعني بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجابه الدكتور صلي أمك هذا يعني جاء في صيغة أمط لما يقتد الوجوب فهذا هو وكذلك في الآيات التي ذكرتمها وصاحبهما في الدنيا محروفا فهذا يدل على وجوب صلة الأقارب المسلمين وغير المسلمين فإذا مغلتم إلى هذه الأشياء نجد أن هذا الموضوع مهم فالمسلم طبعا هذا لا يعني أن الديننا ودين الكفار سواه لكن ينبغي أن نضع الأمور في محلها ففي جانب الصلة في جانب الإحسان وفي جانب العد والقسط والبر فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نعمل غير المسلمين كما نعمل المسلمين وكت أظهر وأبرز لنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا تتبيق هذه المعلومات وأن يجعلنا مقتدين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولسنته إنه ولي ذلك والقدر عليه فأيوا المستمعون الكرام هنا نقف في هذه الحلقة فإذا أن نلتقي في الحلقة القادمة السادسة هو الدعكم والشيخان فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة